الممارسية للتحديث أسياء كيف يمكن أن يتيتموه؟ لنبنضي الممارسية أن تريد أن يكون تيتموه Betsan لماذا؟ لماذا؟ يجب أن يتيتموه شود بيه تيتامايز. عشان يحصل سكيلة المسل كونتراكشن ويبقى فيه كونتراكشن كويس. لازم يحصل تيتامايز كونتراكشن لكن الكاردياك مصل كانت بيه تيتامايز. طب ليه? الفايصل عندي ايه? حاجة اسمها عشان افهم الفرق ما بيني اتنين? ما بين السكيلة المسل والكاردياك مصل. يبقى بسرعة كده بص على الرسمة اللي قدامي ديت. اده الاكشن بوتينشن وفنتريكولار كاردياك مصل. في دي بولاريزيشن. في انشال رابد ري بولاريزيشن. ثم البلاتو. ثم الليت ري بولاريزيشن. زي ما هو واضح كده. ثم وصلنا للريستينج ستيت. في حاجة اسمها او يتقال عليه اللي احنا عارفين هو عبارة عن البريد ديورينج ويتش. نو ريسبونس واطفر زي ستيميلوس از. يعني مهما زود. مش هيبقى فيه ايه? ريسبونس باي كاردياك مصل. ريفراكتوري. يبقى زي بيريو ديرينج هويتش. زي كاردياك مصل. كانت ريسبون. دو استيميلوس واطفر اتس سترينس. وده زي ما هو واضح باشمل الفترة اللي بتشغل الدي بولاريزيشن والانشال رابد ري بولاريزيشن والبلاتو. طيب الفترة بتقابل ايه? في الميكانيكال ريسبونس للكاردياك مصل. الميكانيكال ريسبونس للكاردياك مصل يعني انا في عندي سيستول اللي هو كونتراكشن وده سيستول اللي هو الريلاكسيشن. واللي فوق ده هو الالكتريكال ريسبونس. فما لقي الميكانيكال ريسبونس اللي هو كونتراكشن وريلاكسيشن. بلاقي كونتراكشن بتبتدي بعد الالكتريكا تقريبا بيتنين من مئة ساكت. والسيستول بينتهي. امتى? بيوصل الطب بتاعه. والدياستول بيبتدي بقى مع الانيشيال زي ما هو واضح كده. يعني بمعنى اخر ان في عندي لونج ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. لونج ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. هذا اللونج ابسوليوت ريفراكتوري بيريود بيشمل كل فترة السيستول وجزء من داستو. يبقى بتكون الكاردياك مصل كمبليت لي ايه كنتركتت ويبقى الريلاكساشن فاكمان. يبقى كانت بي تيتانيز. يبقى هنا هو اتبقوا ذي كاردياك مصل كانت بي تيتانيز. ليه? ديوتو لونج ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. اللي بيقابل ايه? اللي بيقابل ايه? اللي يدي بولايزاشن. اللي بيقابل ايه? ان حصل سيستول ثم انشيال داستول. بده فرصة ان يحصل ايه? يبقى حصل ريلاكساشن يبقى ما فيش ريسبونس اسناك كنتركشن يعني ما فيش تيتاني. لو قرنت الكلام ده هو بالاسكيليتال مصل. انا عندي الكاردياك مصل زي ما هو واضح عنده ايه? اللي بالبنافسيك اللي قدامي ده هوت الجزء ده. ده. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. لونج ابسوليوت ريفراكتوري بيريود زي ما هو واضح. شمل كل الايه? الكونتراكشن وجوزء من الريلاكساشن. يبقى الكاردياك مصل كانت بيت تنايز. طيب خلينا بقى في الاكشن متنشن بتاع سكيليتال مصل. هل سكيليتال مصل كان بيت تنايز? اه كان بيت تنايز. ودي تلقم الوظيفة بتاعتها. انا عايز ما عايز اشيل شيء عايز اعمل من تنتي كونتراكشن اعايز اعمل سام سورت اف تيتاني. فهاجة بصة الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. ما له? شورت. فيري شورت. جزء الصغير ده. بيقابل يا دوبك. يقابل الايه? الايه جزء اهوات صغير او من الاكشن متنشن وفي سكيليتال مصل. الكونتراكشن بلاقي. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود يا دوبك في الانيشيال كونتراكشن. يعني حتى يا دوبك انيشيال. يعني بمعنى اخر ان الجزء بتاع كونتراكشن بتاع انجبارة بتاع 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 دوت. الاسكيليتال مصل كان ان ازر استيميلاز. وده اه اما جينا نتكلم في الاسكيليتال مصل. و اه 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 اعرفنا ان ممكن اهو يبقى تاني يجي. لو جي الستيملوس اثناء الكونتراكشن يدي فرصة ان الكونتراكشن يبقى انكريزد وممكن يبقى منتيند بعد كده يبقى تتمهيزد كونتراكشن. يبقى بلاقي في الاسكريتال مصل شورت ابسوليوت ريفراكتوري بيريوت. ما بيتزامنش مع كل الكونتراكشن فيس. يعني اثناء الكونتراكشن الاسكريتال مصل كان سبوند توقى نظر استيملوس. لكن في الكاردياك مصل تلاقي كاردياك مصل خلصت بتاعها وبدأت كمان يبقى كان تتانيز تانية اللي فيه اللي فيه في حاجة اسمها زي ما هو واضح دي بتشمل جزء كبير من اللي تري بولاريزيشن لاشبارت. وبلاقي ان الكاردياك مصل بيت ريسبوند باي استرونجر استيملاشن باي استرونجر استيملوس. محتاجة استرونجر استيملوس تو ريسبوند. يعني بلاقي تبني تقول لها ايه لأقل من النورمال. النيجاتف افطر بوتينشيال. هللاقيها ايه? هللاقيها الليت بارت. الليت بارت. اوف ري بولاريزيشن. وبلاقي هنا الري بولاريزيشن بدأت تزيد. وبقول عليها فولنيرابل بيريود. يعني بلاقي الري بولاريزيشن. الري بولاريزيشن. الري بولاريزيشن تشينج ازياد. يبقى فيه في الابسوليوت رفراكتوري بيريود. صب نورمال في الريلاتف. وفي النيجاتف بقت سوبر نورمال. يبقى. اما اجي اسأل نفسي ذي كاردياك مصل. كانت بيتيتانيز ده واي. بقت واضح جدا ديوتو ايه? لونج ابسوليوت رفراكتوري بيريود بتاع الايه? بتاع الكاردياك مصل. فالميكانيكا الرسبونس. بيكون الخلص. وبدأ الانشيال بارت او آآ فبالتالي الكاردياك مصل كانت رسبوند تو استيميولاس. وطبرز استيميولاس او بمعنى اخر زي كاردياك مصل كانت بتتناحز. للتواصل عبر الموقع خان فضل دوت احلى منتدى دوت نت. وعلى الفيسبوك سوق في وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل. نسألكم صالح الدوحة.